انتو عارفين ان براح كنت حتى بتكلم على التأمين الصحي الشامل اللي بتعمل في مصر وحتى انا قلتلكوا لو ببحث بسيط كده انه كان البرنامج بتاع باراك اوباما في فترة او في ترشحه لفترة الولاية الثانية عند الحزب الديموقراطي بالولايات المتحدة الامريكية وده كان افتكر كانت من 2012 لحد 2018 للفترة دي يعني كان ابرز ملامح البرنامج بتاعه والاهم يعني واللي كان يستقطب به الجماهير وما ادى الى اجتيازه الانتخابات وقتها بنجاح شديد كان مشروع اوباما كير مشروع تأمين الصحي واللي كان بيستهدف من وراء تقريبا وجوه ايجاد تأمين صحي لخمسين مليون امريكي وما الدولة او الامة يعني النيشن زي ما حابوا يسموها هي لكن لحد هذه اللحظة يعني عملا لا تتعدى تقريبا 300 مليون مواطن ده عدد الناس مات من المواطنين الامريكان لما مصر بتشتغل على مشروع تأمين الصحي وبالمناسبة مصر مش اكبر اقتصاد على مستوى العالم يعني امريكا هي اكبر اقتصاد على مستوى العالم يريها في الترتيب على الاقل حتى اللحظة الرهنة الصين هي تاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم ان كنت اعتقد انه يعني ممكن الصين تعدي خلال الفترة القادمة تعدي هذا الترتيب يعني توصل لمركز اول اعتقد ذلك لكن مش ده موضوعنا مصر مش هي الاقتصاد الاكبر على مستوى العالم مش هي الاقتصاد الاقوى على مستوى العالم وان كانت ودي مهمة جدا وان كانت هي مرشحة انها تبقى من اقوى الاقتصاديات اللي موجودة على مستوى العالم ولا زلت حتى هذه اللحظة انا بقولك اهو باذن الله سبحانه وتعالى خلال السنين القليلة القادمة وقبل عشرين تلاتين هتكون مصر من اقوى عشرين اقتصاد على مستوى العالم اشتركوا في القناة